موسيقى هي دائما تغني لنفسها على سفوح الجرمق قرية الجيش التي هاجر إليها لبنانيون قبل أكثر من مئتي عام ثم هجر منها فلسطينيون إلى لبنان عام 1948 كنعانيا قبل ألاف السنين كانت تسمى أحلب لشهرتها حينها في إنتاج الحليب ولعل هذا السبب في الاسم السرياني لها جيش محالفو أي الكتل البيضاء ومنه سماها اليهود جوش حالاب وسماها الرومان جيسكالا وفي لفظ آخر جيشالا ما يوضح إذن سبب التسمية الجيش سكانها اليوم ثلاثة ألاف نسمة أكثر من نصفهم مسيحيون غالبيتهم وارن من لبنان والبقية مسلمون ومنهم من سكنها من أهالي كفر برعم وسع سعوى أقبر بعد تدمير قرعهم عام 48 كلهم اجتمعوا على حب قريتهم التي آختهم مما يزيد من ألق القرية الوديعة بيوتها العتيقة التي اتخذ بعض السكان منها مطاعم لم يفتك التجديد بعطقها ولم يغير الواقع المفروض من طبيعة أهلها المضيافين لزائرها الجيش مشهور بحقول التفاح والكرز والخاوخ وغيرها من الفاكهة نظرا لطبيعة تربتها الخصبة طبيعة خلابة هي من سلالة الجليل ونسل جباله من قرية الجيش في الجليل الأعلى محمد أبو عبيد العربية اشتركوا في القناة